اقول لكم انه حرص النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب على تهنئة الشعب المصري والامة العربية بالعام الجديد وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نستقبل عام جديد ندعو الله ان يكون عام خير وسعادة كل عام والشعب المصري والامة العربية والاسلامية بكل خير بمناسبة العام الميلادي الجديد عشرين تلاتة وعشرين داعيا المولى عز وجل مع اول اشراقة للعام الجديد ان يعيده علينا جميعا وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والاستقرار والرخاء وان يكون عام سعادة وبركة ويملأ حياة المصريين بالفرحة والسعادة والطمأنينة ويحفظ مصر وشعبها العظيم كل عام وانتم بخير الحقيقة يعني كل سنة وحليك طيب سيادة النائب محمد ابو العنين كل سنة وحليك رجل وطني داعم لتوجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة يعني عايزة اقف هنا عند تهنئة سيادة النائب محمد ابو العنين لينا وللشعب المصري واخد التهنئة دي لينا لان احنا كمان دايما يعني في صادة البلد عايزة اتكلم عن نفسي وعن أسرة صادة البلد في القناة من يوم ما انا دخلت القناة دي وانا مرتبطة بيها ارتباط عاطفي وانساني كده انا بحس انه دا بيتي انا بقعد هنا اكتر ما بقعد مع بنتي واهلي في البيت والسبب ده هي الروح الموجودة هنا بقيادة سيادة النائب محمد ابو العنين واللي وفرها لنا هنا الحقيقة احنا بنعتبر نفسنا هنا في صادة البلد خليمي اقول لكم كده لو عايشكم معنا الكواليس في بداية سنة جديدة احنا عبارة عن ايلة احنا ايلة كبيرة في صادة البلد احنا عددنا الحمد لله كبير وكبير الايلة هو سيادة النائب محمد ابو العنين اللي الحقيقة من يوم ما دخلنا هنا كلنا واحنا بنحس ان هو هو داعم لنا طول الوقت هو بيوفر لنا كل الدعم وكل الروح وكل الحب علشان كل فرد فينا يطلع طاقته ويطلع يعني افضل ما عنده للانجاز والنجاح فكل واحد طول الوقت بي عنده دافع كبير جدا ان احنا نقدم افضل ما عندنا على شاشة صادة البلد علشان ننجح كمان في الكواليس ايد واحدة بنفرح لبعض داعمين لبعض كمان وجوده دايما في وسطنا من خلال الاجتماعات والمناسبات اللي بيجمعنا فيها بتخلينا كلنا قلبنا على القناة كلنا عندنا هدف واحد بس على شاشة صادة البلد هو دعم الدولة المصرية مبادرات الدولة المصرية فعلشان كده دايما يعني احنا في صادة البلد بنحس باحساس مختلف تماما مش جايين شغل ومروحين لا احنا جايين هنا بنقضي وقت فعلا في بيتنا كعيلة كأسرة في صادة البلد فكل شكرا لحضرتك وسنة سعيدة عليك كبير العيلة زي ما بنقول دايما عليه في صادة البلد كمان عايزة اشكر الاستاذة الهام ابو الفتح رئيس شبكة قنوات صادة البلد على دعمها الدائم لينا وحبها لينا وتشجعها كل سنة وحيك طيب انا شخصيا من الناس اللي دايما بتشجعيهم وابتدعمينا كلنا سواء بالرسائل بعد كل حلقة وتشجعنا سواء بالاجتماعات سواء بالتواصل بوجودك معينا طول الوقت فكل سنة وحضرتك معينا دعمة وفصطينا كل سنة واحنا دايما في صادة البلد وتحديدا بقى صباح البلد برنامجي الغالي نكحين تحت قيادة هذه الادارة النكحة والقوية كل سنة وحضرتك سادة النائب محمد ابو العين طيبين واحنا كمان طيبين ونكحين على شاشة صدى البلد